يبدو أن للتدخل الإيراني في منطقة الشرق الأوسط ضريبة سيدفعها نظام طهران عاجلاً أم آجلاً ما فقته إيران على مشاريعها السياسية كان على حساب اقتصاد البلاد الذي دخل مرحلة الإنهاك وهو ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار المواد الغذائية والمحروقات لتعويض ما تدفعه في دعم للميليشيات المرتبطة بها في سوديا والعراق واليمن ولبنان هذه القرارات دفعت المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بأحوالهم المعيشية إلى الخروج في احتجاجات غاضبة رافضة للسياسة التدخل الإيراني في دول المنطقة وحده الشعب الإيراني دفع ثمنها لا غزة ولا لبنان روح فداء إيران أيها الشعب الإيراني انهض شعارات رددها المحتجون في مظاهرات عمّة المدن الإيرانية أبرزها مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية التي تعاني من مستويات عالية في الفقر والبطالة كما طالب المحتجون النظام الإيراني الانسحاب من سوريا والتفكير بشعبه بدلاً من ذلك واتهم المحتجون الرئيس الإيراني حسن روحاني بالكذب والتخاذل وعدم تطبيق وعوده الانتخابية وهتفوا بشعارات تندد بالوعود الوهمية التي وعد بها الرئيس في حملته الانتخابية بالرغم من سعي قوات الأمن لقمع المظاهرات بالعنف والاعتقال إلا أنها امتدت من مشهد إلى مدن نيسابور وبرجند ويزاد وشهرود لترجح مصادر مطلعة تصاعد وطيرة الاحتجاجات التظاهرات الأخيرة في إيران ليست وليدة اليوم فقد نظم معلمون وعمال احتجاجات وإضرابات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لأسباب اقتصادية في مدن مختلفة خاصة في طهران والأهواز لتعود من جديد مدينة مشهد إلى الواجهة السياسية بعد أن سبق ولعبت دورا رئيسا في إسقاط نظام الشاه لمكانتها التاريخية وقدرتها في التأثير على الشارع الإيراني